أشهد وزير الخارجية سامح شكري بموقف أيرلندا إزاء القضية الفلسطينية لافتا إلى عدم إمكانية تبني مصار مزدوج المعايير في التعامل مع القضايا الدولية وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأيرلندي ميهيل مارتن أشار شكري إلى ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار دائم في قطع غزة ودخول المساعدات والتأسيس لحل دائم للقضية الفلسطينية موقف الذي اتخذته أيرلندا إزاء التطورات الخاصة بالحرب في غزة ومعاناة التي تواجه الشعب الفلسطيني موقف نبيل موقف شجاع موقف يتسم بالالتزام بالمبادئ سواء كانت السياسية أو القانونية أو الإخلاقية التي دائما نتطلع لها مبادئ متصلة بالعدالة وبالانصاف وتقدير بأنه لا يمكن أن يتم التعامل على أسس من ازدواجية المعايير وإنما الاتصاق مع المبادئ التي تحكم مصار البشرية والمثل التي يجب أن نعتد بها